سني من أبناء عائشة أنا سني يا هل بك يلا ماذا استفادت للأمة يعني أنا سني وأتفق مع هذا الحديث وهذا حديث تعني صحيح ولكن يعني كما نعرف نحن أهل السنة أن الرسول لا يورث ليس له ورث طيب يعني لماذا فاطمة لماذا فاطمة أرد أن ترث دقيقة دقيقة هذا الحديث صحيح في غضب النبي الذي أعطاه لفاطمة في أي شيء أو في كل شيء يعني في كل شيء غضب في كل شيء مطلق نعم من أغضبها أغضبني نعم إذن أبو بكر غضب عليه النبي بغضب فاطمة نعم ولكن يعني يعني فاطمة غضبت على أبو بكر ولكن يعني فاطمة كانت على الباطل يعني من يخضب فاطمة يخضب الرسول إذا كانت فاطمة على حق ما هو أعطاها غضب في كل شيء إذا النبي يلعب يضحك علينا لا 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 يعني في كل شيء غير هو يقول غير من المفترض لا يعني غير كنبي يقول غير يقول يقول يا فاطمة يا أيها الناس يا أيها الذين تتبعونني حتى لا يقال عني أنني كاذب من أغضب فاطمة أغضبني في الحقي وفي الباطل وفي الحرام فعنا ضده هو أعطاها أطلاق وأنت تفضلت بهذا الشيء أطلاق وكأنها عندها وكأنها وكأنها والعياذ بالله يوحى إليها والعياذ بالله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا دجال يا دجال يا جساسة يا دجاسة يا جساسة أقبل أقدام الجساسة يا دجاسة استغفر الله العظم لأن نبيك حينما قرن الله غضبه بغضب نبيك قلتم أن نبيكم يوحى إليه قلتم أما نبيك يشيل غضب وينطي فاطمة والعياذ بالله والعياذ بالله هل كان يوحى إليها لا صح طيب حينما أعطاها أعطاها غضب بطريقة مطلقة هذا ما معنى لا يعني غضب أمر مطلق يعني في أمور سياسية سياسية أو دونية أو غير ذلك أنت في بداية الاتصال ولذلك أنا حينما يتصل بي الشيطان الموحد أكون معه إبليس أبو التوحيد أنا سألتك في بداية الاتصال أنت وقعت في الفخ أنا قلت لك هل أعطاها غضب بطريقة مطلقة أم بخصوص في أشياء أنت قلت مطلق ألزمتك بما ألزمت به نفسك لا قلت يعني مطلق يعني غضب مطلق يعني هو أنت أنا سألتك أنت أنا سألتك قلت لك غضب مطلق في كل شيء أم غضب في أشياء أنت قلت مطلق وموجود التصال نعم يعني غضب في كل شيء يعني في أمور سياسية أو دونية في كل شيء ما معنى 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 في هذا الحوار في هاي المهمة يعني مطلق ليس في الحق والباطل الحق يستغفر الله يرقى بي وما جاي تجي أرقى أرقى ما جاي تجي عندك يسقط عندك الصبغ مطلق أنا الآن أقول ليس في الحق والباطل مطلق في وين مطلق يعني في أمور في ماذا في ماذا سوف يغدبوها يعني ليس مثلا الرسول صلى الله عليه وآله قال أغضب فاطمة يعني في المال في التجارة وغير ذلك لا من أغضبها يعني في كل شي أو في كل شهر رجعت أنت جاي يسوي في كل شي يعني رجعت في التجارة رجعت للنغطة الأولى تسويت أهل لك أدعو تسويت أسمع هذا صعب يقول لي شنو سويت والله أنا أعوى روح روح أنت وصعبك روح ابحثوا ويبحثوا شكرا لك